وزارة الصحة والسكان أعلنت تقديم خدمات الفحص السمعي لـ 4.544.000 طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة وده منذ انطلاقها في سبتمبر 2019 ودكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أشار إلى زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ 34 بدلا من 30 مركز ده بجميع محافظات الجمهورية بالإضافة لتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية لتقديم خدمات مبادرة السمع ولفت عبدالغفار لتحويل 255.551 طفل من إجمال الأطفال اللي كان تم فحصهم لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدي بعد أسبوع من الفحص الأول وفي نفس الوحدة اللي تم فحصهم بيها وتم تحويل 29.011 طفل بعد الاختبار الثاني لمستشفيات ومراكز الإحالة بهدف تقييم الحالة بدقة أعلى وبدء العلاج أو تركيب سمع للأذن أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدي حالته وقال إن المبادرة بتأتي في إطار التوسع في إطاطية الصحية الشملة وحصول الأطفال على رعاية صحية ذات جودة باتباع أحدث أثليب العلاج الأمر اللي بينعكس على توفير حياة صحية أمنة للأطفال حديثي الولادة وصولاً للمستهدف من مبادرات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت شعار 100 مليون صحة وتماشياً مع رؤية مصر 2030 ترجمة نانسي قنقر